أشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم مالك فريق بحرين واحد لسباق السيارات بالحفاظ على صدارة الترتيب العام لبطولة العالم للسيارات في أتبرمود لموسم 2023 وذلك بتصدر سائقي الفريق جاستن بوند وكريس ثون المركزي الأول والثاني على التوالي وأكد سموه أن مواصلة تحقيق فريق بحرين واحد النتائج المشرفة على المستويات المحلية والعالمية يأتي بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من لدن جلالة ملك البلاد المعظم يده الله ورعاه واهتمام وتشجيع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وكذلك دعم ورعاية الشركات الوطنية ليتبوأ الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم وقال سموه إن تصدر الفريق لمنافسات بطولة العالم الحالية منذ انطلاقتها ونيل المراكز المتقدمة في أقوى السباقات عالميا يؤكد الجهود الكبيرة والناجحة التي يقوم بها الفريق من أجل استعادة لقب بطولة العالم وأضاف سموه إن فريق بحرين واحد حقق لقب بطولة العالم مرتين متتاليتين في عام 2019 و2020 نتاج العمل الاحترافي للفريق حيث يمتلك فريق بحرين واحد شخصية البطل من أجل العودة للمنافسة واستعادة اللقب وهذا ما يتحقق خلال الموسم الحالي لبطولة العالم معربا سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح لفريق بحرين واحد وأن يواصل تصدره للبطولة وتحقيق اللقب العالمي الثالث